بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فلازلنا مع نداء الإيمان ومع النداء الذي ينهان الله عز وجل بقوله يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر تحدثنا عن صدقة تبطل بماذا؟ بالمن؟ أنت من على الفقير الذي أعطيته تقول له أنا تنسأل تذكر يوم كذا أعطيتك؟ كيف تفعل كذا وأنا تصدقت عليك في كذا؟ أنا سيت أفضاري عليك؟ إنعامي عليك؟ إكرامي لك؟ هذا من؟ تمن عليه؟ والأذى أن تؤذيه فلان هذا لحم اكتاف من خيري هم عايشين اللي على أفضلنا تؤذي الناس أو تؤذي المتصدق أو أن يؤذي الشخص ويعطيه خذ أنتم دائما تؤرفنا كل شوية هات 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 قد؟ هذا لا يقول شرعاً كانت عائشة رضي الله عنها تطيب الصدقة فلما سئلت في ذلك قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير هناك أناس كانوا يتصدقون على الناس كأحد صحابة من آل البيت ولم يعرف من هو كان يلثم عرفوا ذلك بالعاتل اللي في كتفه ويغسل عرف سيدنا عمر كان يتتبع يذهب إلى امرأة عجوز وكلما ذهب إليها يجد عندها طعاماً فترصد يرى منه فوقت سيدنا وكره كان ملثم فأمسك قال لا تفضحني يا أخي فلما أزال اللثام قال أنت يا أبا بكر أن أسبقك الناس تخفي الأعمال اللي يقبلها الله عز وجل وهناك ناس تتعمد في إذلال الفقير لماذا؟ أحضر الناس أحياناً يتصدق يريد بربوغاندا إعلام وهيصة وزيطة أخي أنت تريد رضا الله عز وجل ولذلك القرآن يقول رياء الناس يريد الناس وأردت الناس فلماذا تطبع في رضا الله؟ رضا الله لا ينال إلا بشرطه سبحانه وتعالى ثم شبه القرآن فمثلوك مثل صفوان الحجر الأملس الرخام الناعم جميل ناعم ملمس جميل وهذا شكل الصدقة لمن يفعل ذلك رياء الناس ماذا؟ أصابه عليه طراب فأصابه وابل فطل لا يقدرون على شيء مما كسبه والله إلى هذه القوم الكافرين هل يحتفظ الرخام لو أن عندك حض حمام سباحة حض مية وجاءت أحلى مياه الدنيا هل يحتفظ الرخام بقطرة ماء منه؟ لا لو ظل فيه مليون سنة سيظل الماء إلا أن يتبخر لا يمتفع وكذلك الذي يراء الناس بعمله وبصدقته وبماله وبأفعاله من خير المال المال لا يقبل والصدقة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله إذا أردت وجه الله فأخف الصدقة كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل تصدق أخفا صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لا ترى شمال لا ترى إنفاق اليمنى لماذا؟ لأنه يخلص لله وهذا مجاز كناعاً الإخفاء كنا نرى بعض المتصدقين وأهل الخير في رمضان يقرعون أبواب الناس قبل الصحور في جوف الليل وناس عربيات في الميادين وتحية كذا وتحيات الحق في لها ثم بعد ذلك قلت نريد الأجر من الله عز وجل أمرت يعني لا نقول مثلا إذا بعض الناس قد يكون إظهار الصدقة من باب تشجيع الآخرين لكن يابد أن تكون النية لله لكن ليس كل عمل تريد أن يكون لا لابد من الصدقة المخفية خير الصدقة صدقة السر والصدقة التي لا من فيها ولا أذى للناس وليست إلا لله عز وجل أسأل تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يبعدنا عن الصدقات الباطلة والمغموسة بالرياء والكبر وإيداء الناس اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة